السلام عليكم ورحمة الله يارب تكونوا دايما بخير قناة بسيط اندرويد بتقدم لكم في الفيديو ده تخطي حساب جوجل للهاتف نوكيا 2.1 موديل 1080 ان شاء الله اللي هنحتاجه في الفيديو شريحة اتصال مقفولة برقم سري في الاول هنمسك التليفون وندخل شبكة الواي فاي بعد ما ندخل شبكة الواي فاي هنحط شريحة في اي تليفون تاني ونقفلها برقم سري زي ما نشوف في الشرح بتخش على الاعدادات بعد ما تحط شريحة في التليفون الجديد وبعدين بتخش على الحماية والخصوصية وبعدين المزيد من الاعدادات وبعدين تعيين كفل البطاقة السيم او الاس اي ام بتختار طبعا عن الشريحة الاولى او التانية وبتفعل كفل البطاقة بتكتب الرقم السري او باسورد للشريحة بعد ما تكتب كلمة السر بتشيل الشريحة من التليفون وتحطها في تليفون النوكيا 2.1 وتضغط حساب جوجل وتضغط حساب جوجل ان شاء الله هتضغط على زر البارة عشان تفتح الشاشة هيظهر لك قفل الشريحة بعد ما تفتح الرقم السري هيظهر لك الشاشة اللي قدامك دي وفعل اشعار في النص ده هتضغط عليه ضغط مطولة وبعدين تختار الاختيار ده هيفتح معك الصفحة اللي قدامك بتضغط هنا وبعدين بتنزل تحت خالص بتضغط على بتختار الاختيار ده وبعدين بتختار روابط الفتح بتنزل تحت خالص وتختار اليوتيوب وبعدين بتضغط على شعار اليوتيوب فوق وبعدين بتختار الخلف او بتختار الاختيار ده وبعدين بتختار حول وبعدين بتختار بنود خدمة اليوتيوب بيفتح لك المتصفح نعمل بنكتب الموقع اللي قدامكو على الشاشة علشان نقدر نخش نحمل التطبيقات اللي هنقدر من خلالها نتخط حساب جوجل إن شاء الله بعد ما تدخل على الموقع أول ملف تختاره علشان تحمله الملف اللي أوله FBR وبعدين بتضغط متابعة وبعدين سماح وتنزل تضغط موافق تحت خالص علشان تحمل الملف بعد تحميل الملف ده بتختار الملف بتاع السيتنج زي ما احنا شايفين اضغط موافق وبعدين تضغط على التلات نقطة اللي فوق اضغط على التنزلات وتستنى لحد ما الملفين يحمله بتضغط على الملف الأولاني علشان تثبته خش على الأدلات وبتختار أو بتفعل الاختيار ده علشان جوجل كرومي يقدر يثبت التطبيقات بتضغط تثبيت وبعدين تم وبتخش على ملف سيتنج بتعمله تثبيت وبعدين تختار فتح هيفتح لك الأدلات بتاعة الجهاز بتخش على الحماية وبعدين مشرف الجهاز وبتشيل العلامة الصح من جنب مشرف الجهاز اللي متفعل وتحط علامة صح جنب مشرف الجهاز اللي احنا لسه وبعدين بتخش على التطبيقات بتختار كل التطبيقات بتدور على خدمات جوجل بلاي زي ما احنا شايفين وبتعمل لها تعطيل بترجع تاني للتطبيق بتدور على بتدور على تطبيق جوجل كروم وبتعمل تعطيل وبترجع بتخش على بتخش على حسابات وبتعمل اضافة حساب وبتختار حساب جوجل بتحط حساب جوجل لو ما عندكش حساب بتقدر تعمل انشاء حساب وبعدين بتكتب كلمة السر بعد ما يسجل دخول ايزهر لك الصفحة ديت ارجع للاعدادات تاني وبعدين بنخش على الحماية وبخش على مشرف الجهاز بتلاقي ان ما فيش غير مشرف واحد بترجع تاني للتطبيقات بتخش على كل التطبيقات وبتختار من هنا التطبيقات المعطلة بتفعل خدمات جوجل بلاي وتفعل متصفح جوجل الكروم وبتعمل للجهاز اعادة التشغيل اشتركوا في القناة هنا بيقول لك اه تم اضافت حسابك الاول اللي هو الحساب اللي احنا لسه خطينو من شوية بتضغط التالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحمد لله تم فتح الجهاز بنجاح يارب الفيديو يكون عجبكم اي استفسار اي مشكلة طرق التواصل اسفل فيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة